مساء الخير، سأشرح اليوم البارت الأول من الدبرشان اللي هو داخل معنا سلف ستودي بالكوز فيتوثيرابي دكتور صيدالة هلأ الدبرشان بيحكي لي هو عبارة عن اموشينا الديسوردر هلأ هذا الاموشينا الديسوردر بيكون فيه وكزا شغلها بتبين لي انه هذا البني آدم معه دبرشان زي ايش؟ زي بيكون عنده مثلا سادنس بيكون عنده feeling of helplessness بيكون عنده loss of interest بيكون عنده loss of pleasure أحيانا بيكون عنده poor concentration and feelings of guilt or low self-worth هلأ هدوه الممكن يكون فيه عنده مشكلة بالنعم فأحيانا بيكون عنده مشكلة بالشاهية أحيانا بيكونوا تعبنين فهو مش ضروري يكونوا أحسيسه بس تمام؟ هلأ الديبريشان ماي ساري الديبريشان ماي امبير تمام؟ هلأ هدول الإيموشان اللي عم بيحس فيهم مش عم بيأثروا على إحساس و باس كمان بيأثروا على أداءه اليومي أو على شغله أو على حياته اليومية تمام؟ هلأ سيفير ديبريشان بوسيس اتفير ريسك اوف سيويسايد ممكن انه يحس المريض بالاكتئاب لدرجة وصله للانتحار هلأ ممكن انه يبنش الديبريشان على عمد صغير واللي بيدعم هاد الإشي هو ممكن انه يكون ضروف الحياة لسترس و رحت يعني رح تسيد سوء للديبريشان هلأ ان في ميل The prevalence of depression 20% is almost double that in males يعني منعتبر انه الفيميلز جندر هم ريسك فاكتور للديبريشان لأنهم تقريبا 20% اكتر من الميل The depression may be permanent or recurrent هلأ ممكن تكون على طول عم بتحس انك depressed أو ممكن انها تكون recurrent يعني عم بتروح وتيجي هلأ in all stage of the disease psychotherapy is a useful tool in the treatment انا بقدر اني استخدم مثلا اشياء non pharmacological treatment وهدول دائما لازم استخدمهم بأي stage سواء كان mild moderate severe تمام The depression can be treated with psychotherapeutic preparation but in more severe cases synthetic are needed يعني هلأ انا بالمالد والمودرات ممكن اني اكتفي و اعطي phytotherapy تمام ممكن اني اعطي phytotherapy ويستفيد لكن بالsevere اذا انا اعطيته phytotherapy ما هيستفيد وانا مضطرها اني اعطيه synthetic drug For the assessment of severity عشان انا اعرف المريض بأي stage مثلا هو mild ولا severe ولا moderate بعمل له self-reported questionnaires are available on the internet تمام هلأ الاتيولوجي للمرض هي not fully understood وما هتفاهمها تماما Apart from proofing life events, stress and traumatic experience It is widely accepted that underlying cause is the disregulation of certain neurotransmitters يعني هو الاتيولوجي مش كتير واضحة بس بيحكي لك انه هي اغلب الدراسات بتحكي لي انه بصير في اندي مشكلة بالdisregulation of certain neurotransmitters The original assumption that depression resulted from the functional defect of noradrenaline and serotonin has been refined and today it is accepted that the disregulation of certain neurotransmitters like GABA and dopamine and some neuropeptides also have a rule يعني بلشت من يحكولي المشكلة بتكون بالنور ادريناليين بعدين سريتونين بعدين حكولي انها ممكن تكون المشكلة بال neurotransmitters الثانيين زي GABA زي الدوبامين زي neuropeptides زي الاندوجينوس أوبيويد تمام الثانيينوس الثانيوس الثانيوس الأدوية اللي عم نستخدمها بالعادة اللي بتكون فارمكولوجيكا اللي بتكون هي السري اللي هو سريتونين or noradrenaline اللي هم السريتونين اللي هم السريتونين الرائس اللي هم noripinephrine reuptake inhibitor or the breakdown of noradrenaline serotonin and dopamin اللي هم MAOIS اللي هم monoamide oxide inhibitors طبعا هدول يعني مش حفظ لانه نحن مادة فاتو ثيرابي تمام الثانيوس الرائحة ورد يمكن أن يبدأ بالصغار وبالفيميل أكثر من المال ما هم الفارماكولوجيكال تريتمنت اللي أنا عم بستخدمهم بالتبرشن تريتمنت أو تبرشن زي الساكو الثيرابي حكينا هدول بستخدمهم بكل السيجيز يعني هلهم مهم بيكون النن فارماكولوجيكال زي مثلا الاسترس اكسرسايز ريلاكسينج أحيانا بيستخدموا الإبر الصينية أي علاج بيكون مش دركز تمام؟ أو مدكيشن الأنتي دي بريسانت بيستخدموهم لعلاج الدبرشن هم السيليكتف حكينا السيليكتف سريتوني ريابتيك انهيبتور تريسايكليك انتي دي بريسانت زائد التتراسايكليك انتي دي بريسانت التتراسايكلين هون بيشتغلوا على هون هاي نورو ترانزميتر نور ابنفرن والسريتوني الماو الماو انهيبتور بيعملوا بريكداون تمام؟ بس هدول اللي حواطينهم هلا نبدأ بالفايتو ثيرابي اول فايتو ثيرابي اللي هم اللي هو نبتة اللي بيستخدموها لعلاج الدبرشن هي اللي هي اللي هي الاسم اللاتيني هايبركيوم بيرفوراتم تمام؟ هي عبارة عن نبتة تسموها بهاد الاسم بيحكي لانه بيتزهر بهاد بيوم ما تمام؟ هلا البرفوراتم من وين جايه؟ البرفوراتم بيكونوا على شكل دوت تمام؟ هلا النبتة بتكون لونها ييلو and اه بتكون عبارة عن يعني زي البابونة تشكلها بس بتكون وراء اخضر مع فلور بتشفوها بالسلايد the leaves contains three caliglines filled with highly refractive volatile oil هلا بدنا ناخد ايش الكمبوننس باستعون النبتة ونعرف ان هو اللي هو الماركر هلا امبلش باول component اللي هو النفل the 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 ipping the pseudony ابسوربشن هلا بس اجي امسكي النبتة بين اصابعي وافركها بيطلع عندي لون تقريبا الريد تو بيربل استين هلا هاي الاستين مين مسؤول عنها شو يطلع لي هاداللون هي هادول هادول التو كومباونت تمام تاني كومباونت عندي اللي هو فلورو موجود تقريبا بالفلاورز والبوتز بنسبة اثنين لخمسة بيرسنت اللي هو الهايبرفورين اند ادي هايبرفورين هلا هدول المركبين هم بورل ستيبل ايزلي ديقريدابل كومباونت وين اكسبوز توغايت او او اكسجين يعني لما يتعرضوا للأكسجين واللايت بيتكسروا فهم بورل ستيبل وكمان اذا انا حطيتهم بورغينيك سولفاند برضو انستابل كيف طيب كيف بالنبت هادولا بما انهم بعم يتعرضوا لللايت كيف كيف بصيرهم من خلال الفلافانويد هم انتي اوكسجينت الفلافانويد موجودين تقريبا بنسبة اتناش بالمية بالليفز وسبعة بالمية بالستوك والثنين الاربع بالمية بالبوتز هلا فيهم الفلافانويد وفلافونز وغليكوسايد وبليفلوفانويد تمام هلا ثالث الارابع كومبوننت اللي هو التانيس التانيس هو ان شاء الله اكون حكيتها صاح من سكس تو ففتين بيرسنت اللي هو التانيك اسد بعدين خمسة اللي هو البرو ساي سنة سنيدينس اتناش بالمية وثمانية بالمية الاثناش بالمية موجودين بالاريات بورت و ايت بيرسنت بالفلاورز بعدين عندي الفولاتايل اولز ام بوينت او سكس لا وان بيرسنت في موجودين بالفلاورز وبالليفز وعندي موجودين برضو بالنبتة امانو اصيد زي القابا والسستين واللايسين وهدول الاشياء تقريبا بوينت او وان بيرسنت تمام الكمبوننت القابل الاخير هو الفينيل بروبونز هو فيه كافيك اسد and كلورجينيك اسد اخرنا هو الاكسناثونز او الاكسناثونيز فيه تقريبا بالروتس او بوينت وان و بالليفز والستم او بوينت او او فور البرونت اتنام الدكتور ما بيركز عليهم بس كتبتهم احتياط اللي هو النيرفلاكس والرجسان الرجسان بيكون تابلت والنيرفلاكس بيكون كابسول بعيار تقريبا 300 ميلي جرام فيه .9 هاي بروسين هلا بدنا ناخد البركوشن والبورنينج هلا اذا انت مريض عندك دستيربنسيز او سليب دستيربنسيز سوري اذا عندك سليب دستيربنسيز المفروض انك تحكي للدكتور او للهيلف كير بروفايدر اذا انت عم تاخد اي ميديكيشنز من هدول اللي بيكونوا كونفنشنال لازم انك تحكي للهيلف كير بروفايدر زائد الناس اللي اللي يعم بياخدوا التروفيوليتي تريتمنسيز او و او و ارلوشن اللي يجب ان تنفذي الناني اللي بيكون عندهم ببوري يكون لديهم فوتو سنستيزايزيشن او في الناس اللي عندهم حساسية إيش هم الأدوية اللي إذا أخدتهم بيكونوا طبعا إذا أخدتهم لازم تحكي بالدكتور اللي بيكونوا لأنه يعني إنت عم تاخد وبرضو عم تاخد هاي النبتة فهيك عم بيزيدوا الأفكت عندك إذا عم تاخد إذا عم تاخد إذا عم تاخدهم لازم تحكي للدكتور أو الهيث كير بروفايدر هلأ الانديكيشن إيمتى أنا لازم أستخدم هاي النبتة في حالة المال مجرة ديبرسيف إبيسود أز سيمتوماتيك تريتمينت يعني أنا ما عم باستخدمها لتريتمينت أنا عم باستخدمها للسبتومز اللي عم تطلع عندي من الدبريشن اتنين ماينر كتس باستخدمها برضو بالبيرنز بالسكن ألسرز يعني إكسترنالي تلات تبكيلي فور فيرال إنفكشن تمام ال ال بارت يوز إيش أنا عم باستخدم من النبتة طبعا باستخدم الأشياء اللي أبوف براود بارت وطبعا لازم تكون درايت اللي هم الفلاور الستيم البوت اللييفز بحكيلي إنو الهرب should be harvested during or before the plume يعني بفترة ما تكون مزهرة على طول أنا بعملها harvestation and the harvested material should be dried rapidly but carefully to preserve the content of securitary gland ليش هلا بحكيلي أول ما أعمل له harvestation لازم إني أنا شفها على طول ليش علشان أحفض the content of securitary gland طيب الـ drying بيكون تقريبا مش أكتر بين 30 لـ 40 siliceous the therapeutic quality depends therapeutic quality للميديكيشن تقريبا يعني يعني الاكستراكت هذا اللي بيطلع عندي القواليتي بتحتمد على original hair per material الـ dosage form بالعادي بتكون oral و typical الـ oral بيكون على شكل tablet drops capsules stinctures and fluid extract as a powder powdered or extract الـ typical بيكون oil infusions gel and ointments side effects هم dry mouth dizziness diaria nausea fatigue increased sensitivity to light هاي بسميه hyperseum تمام يعني هاي الاشي بتصير بعد ما أنا after ingestion of hyperseum و hyperseum تمام commission e and photosensitization possible especially in individual caution is warranted in pregnancy هلا بيحكي لي انه في تحذير عالبريقنانسي بس ما في اي evidence انه في اي خطر لكن ما في دراسات كافية انه safe less side effect in lactation caution is warranted when using medication حكينا ايش هم المedication severe phototoxic effect produced in 900 100mg daily dose 30 to 50 times possibility to develop serotonin syndrome امتا بكون عندي contra indication is not recommended to use in combination with SSRI حكيناهم بال caution used with caution in bipolar disorder الناس اللي عندهم bipolar disorder بكونوا contra indication او with caution حتى اني استخدم هاي الهيربس لدوريش في يوز غالبا بتكون 6 أسابية لانو هاي النبت بتحتاج تقريبا من اسبوعين لأربعة لحتى تعطيني clinical effect وهي باصلا effect تاعة بيكون graduate raise اشتركوا في القناة